أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الحصة الثانية الغير متزامنة والله ناخد فيها مساء المتنوعة على المولدات والمحركات الكهربائية أولا هنتكلم عن قوانين المولد الكهربائي لإيجاد القوة الدافعة الكهربائية الحسية في أي لحظة في المولد الكهربائي هنستخدم القانون إبسلون بيساوي NPE أمجة صين أمجة T الإبسلون اللي هي القوة الدافعة الكهربائية الحسية بوحدة الفولت إن عدد لفات الملف بشدة المجال المغناطيسي إيه مساحة سطح الملف أمجة السرعة الزاوية T الزمن بوحدة الثانية لإيجاد التيار الحسي في أي لحظة الناتج من المولد الكهربائي الإي بتساوي إبسلون على الر القوة الدافعة الكهربائية تقسيم المقاومة الكهربائية بوحدة الأوم لإيجاد القيمة العظمة للقوة الدافعة الكهربائية في المولد إبسلون ماكس هتعطى من العلاقة إبسلون ماكس NPE أمجة باعتبار السيتة بتسعين فصين تسعين بواحد لإيجاد القيمة العظمة للتيار الناتج من المولد الإي ماكس بتساوي إبسلون ماكس على الر أو NPE أمجة على الر لو عطاني التردد في المسألة بنجيب السرعة الزاوية أمجة من الأمجة بتساوي 2 باي F هنأخذ مسألة على المولد الكهربائي مولد تيار متردد يتكون من ملف مصنوع من متيال لفة يعني ال N بمتيال مساحة كل لفة عطيني المساحة بوحدة المتر المربع جاهزة A مقاومته R10 أوم موضوع ليدور حول محور بحركة دائرية منتظمة عطيني التردد 60 هرتز داخل مجال مغناطيس منتظم شدته هعطيني ال B 5 تسلة المطلوب استخدم قانون فردي لإيجاد القوة الدافعة الكهربائية في أي لحظة في أي لحظة هنا يعني الزمن غير معطى فإحنا هنا هنجيب القوة الدافعة الكهربائية بدلالة الزمن أولاً إحنا عندنا التردد فهنجيب السرعة الزاوية اللي هي الأمجة من قانون 2 باي F يبقى الأمجة بتساوي 2 باي ضرب 60 الأمجة بتساوي 120 باي رديان على السنة بعد كده هنكتب معادلة القوة الدافعة الكهربائية في أي لحظة الابسنم بتساوي البي في الإي في الإن في الأمجة صين أمجة T ونعوض بالأرقام شدة المجال المغناطيسي عدد اللفات السرعة الزاوية مساحة السطح الملف وبعد كده هنقول صين نعوض عدد الأمجة ب120 باي وننزل التزيم هي لما هنجي نحسب بالألحظ بنحسب الأرقام اللي قبل الصين فهتطلع الابسنم بتساوي 120 باي صين وننزل 120 باي تي زي ما هي وتكون في صورة معادلة ليس مقدار بعد كده اكتب الصيغة الرياضية للتيار الحسي بدلالة الزمن برضو هنا الزمن غير معطى الآي بالساوي إبسلون تقسيم آر الإبسلون اللي أنا جبتها اللي هي 120 باي صين 120 باي تي تقسيم العشرة لما هنقسم هنقسم اللي رقم اللي قبل الصين على العشرة هيطلع الناتج 12 باي ونكمل باقي المعادلة صين 120 باي تي نفس المسألة لو طلب مني إيجاد القيمة العظمى للقوة الدافعة القهربية اللي هي إبسلون ماكس قلنا الإبسلون ماكس بنعتبر إن السيتة بتسعين وصين تسعين بواحد هيطلع القانون المختصر إبسلون ماكس بي بساوي بي اي ان أمجة نعوض بالأرقام شدة المجال المساحة عدد اللفات الأمجة هيطلع الناتج 120 باي ونحط هنا وحدة الفولت بعد كده القيمة العظمى لشدة التيار الحس المتولد في الملف في الآي ماكس آي ماكس بساوي إبسلون ماكس على الار هنقسم 120 باي أقسيم العشرة هيطلع الناتج 12 باي والوحدة هنا وحدة الأمبير بعد كده هناخد قانون حساب مقدار القوة المغناطسية المؤسرة على شحنة متحركة وهي قوة لورانتس مقدار القوة المغناطسية F بتساوي الكيو V B ساين سيتا حيث أن الكيو مقدار الشحنة الكهربائية بوحدة الكولوم V مقدار سرعة الشحنة بوحدة المتر على الثانية ال B شدة المجال المغناطس بوحدة التسلا السيتا هي الزاوية بين اتجاه المجال المغناطسي واتجاه حركة الشحنة بيكون مقدار القوة المغناطسية F أكبر ما يمكن عندما يكون اتجاه المجال المغناطسي عمودي على اتجاه حركة الشحنة وهنا الزاوية هتكون بتسعين ساين تسعين بواحد فهيكون ال F بيساوي كيو V بي مقدار القوة المغناطسية بين عدم عندما يكون اتجاه المجال المغناطيسي موازيا لاتجاه حركة الشحنة يعني الزاوية بصفر فالقوة المغناطيسية تساوي صفر القاعدة المستخدمة لتحديد اتجاه القوة المغناطيسية المؤسرة على شحنة متحركة قاعدة اليد اليمنى نص القاعدة نجعل راحة اليد اليمنى مفرودة بحيث يشير الإبهام إلى اتجاه حركة الشحنة وأصابع اليد إلى اتجاه المجال المغناطيسي فيكون اتجاه القوة خارج عمودي من راحة اليد للشحنة الموجبة وداخل عمودي إلى راحة اليد للشحنة السالبة تعال ناخد مسألة على الكلام ده احسب مقدار القوة المغناطيسية التي يؤثر بها مجال مغناطيس منتظم شدته بي عمودي على الورقة للخارج عمودي على الورقة للخارج يعني هنرسم المجال كده زام احنا تعودنا نقطة للخارج لازم يكون منتظم داهنة البي يعني عمودي للخارج شدة المجال المغناطيسي على بروتون بروتون موجب الشحنة يب احنا هنا يب داخل يوسيام موجب الشحنة شحنته عطهاني بالكولوم كيو يتحرك بسرعة فيه منتظمة افقية متعامدة مع اتجاه المجال المغناطيسي يعني هنا الزاوية تسعين سي تتساوي تسعين مقدار السرعة عطهاني واستنتج شكل مسار البروتون اولا عندنا القانون الاف بتساوي بي في كيو سين سيتا البي واحد السرعة موجودة ثلاثة في عشر أس سبعة الكيو واحد بوينت ستة ضرب عشر السلب ساعتاشر ضرب سين تسعين يطلع ناتج القوة بوحدة النيوتن طيب ازاي احدد اتجاه القوة المغناطيسية واستنتج شكل المسار نفرض هو هنا قال المجال عمودي للخارج والسرعة بتتحرك افقية ومتعامدة مع المجال هنا محددش يمين او يسار او لا اعلى او لا اسفل فاحنا ناخد اتجاه الحركة هي افقية على مستوى الصفحة متعامدة مع المجال المغناطيسي باستخدام قاعدة اليد اليمنى هنخلص وابعنا للخارج البي للخارج والسرعة يمين الابهام يمين فاتجاه القوة هيكون لا اسفل كده الاف القوة المغناطيسية المؤسرة على شحنه تعتبر قوة جازبة مركزية فتجعل الجسيم المتحرك اللي هو المشحون يتحرك في مسار دائري اتجاه حركته هو نفس اتجاه حركة الشحنة هنا نفس مع الاتجاه الفي واتجاه الف هنحط في النص كده اه يبا هنا الشحنة بتتحرك مع عقارب الساعة يبا هنا يكون شكل المسار مسار دائري يبا هنا القوة المغناطية المؤسرة على شحنة دائما تخلي الجسيم المشحون يتحرك في مسار دائري لو خدنا مسألة اخرى القوة المغناطية المؤسرة على شحنة مقدارها 2 كولوم دي الكيو بسرعة في باتجاه يوازي يعني هنا الزاوية بصفر يوازي خطوط المجال مغناطيس شدته بي طبعا دائما يوازي ببتنعادم القوة المغناطيسية او ممكن تعاوض في القانون عادي الاف بالساوي بي في كيو ساينسيتا نعاوض عن السيتا بصفر فيطلع ناتج القوة بصفر بعد كده هنتكلم عن حساب مقدار القوة المغناطيسية المؤسرة على سلك يمر به تيار كهربي اللي هي القوة القهر ومغناطيسية القانون بتاح الاف بي ساوي i l b ساينسيتا حيث ان i اللي هي شدة التيار الكهربي بوحدة الامبير l طول جز السلك الموجود في المجال المغناطيسي بوحدة المتر b لها شدة المجال المغناطيسي بوحدة التسلة السيتا هي الزاوية بين اتجاه التيار واتجاه المجال المغناطيسي برضو بيكون مقدار القوة الكهرومغناطيسية أكبر ما يمكن لما يكون اتجاه المجال المغناطيسي عمودي على اتجاه التيار وهنا الزاوية ستكون ب90 سين 90 بواحد ستكون القوة F بساوي l i b القوة بتنعدم لما يكون اتجاه المجال المغناطيسي موازيا لاتجاه التيار الكهربي هنا الزاوية تكون بصفر فالF بتساوي صفر احنا كده عرفنا مقدار القوة الكهرومغناطيسية طيب اتجاه القوة الكهرومغناطيسية بنحددها بقاعدة اليد اليمنى للمتجهات اللي بتنص على نجعل راحة اليد اليمنى مفرودة الابهام بيشير الى اتجاه التيار اللي هو i اصابع اليد تشير الى اتجاه المجال المغناطيسي اللي هو b فيكون اتجاه القوة خارج وعمودي من راحة اليد ناخد مسألة على الكلام ده الكه مستقيم طوله نحول من الصنط الى المتر نقسم عالمية يمر به تيار مقداره i 2 من 10 امبير موضوع في مجال المغناطيس منتظم شدته اللي هو b 1 من 10 تسلة احسب مقدار القوة الكهرومغناطيسية اللي هي f المؤسرة على السلك علما بأن اتجاه المجال المغناطيسي عمودي يعني الزاوية ب90 على اتجاه التيار وحدد اتجاه القوة الكهرومغناطيسية هنعوض تعود مباشر بعد ما حولنا من الصنط المتر ال f بيساوي p i l سين سيتا نعوض بالارقام يطلع معانا ناتج القوة بوحدة النيوتن بعد كده هنحدد اتجاه القوة الكهرومغناطيسية المؤسرة على سلك أنا عندي هنا ال b عباء عن x يعني عمودي الى داخل الصفحة والتيار لتحت يعني ابهام لأسفل فهنا السلك يتحرك جهة اليمين او جهة الشرق بعد اتجاه القوة الكهرومغناطي يمين او شرق او نرسم سهم ونحدد اتجاه القوة سؤال اخر على القوة الكهرومغناطيسية سلك طوله 10 سنط نحول ال l من السنط الى المتر نقسم على 100 في مجال مغناطيس منتظم شدته ال b عمود يعني ال c تب 90 احسب مقدار شدة التيار اللي هو i اذا كانت القوة الكهرومغناطيسية f بوحدة النيوتن زي ما شايفين هنعود التعويض مباشر وهيكون المجهول عندي هو شدة التيار نطلع التيار بوحدة الامبير بعد كده سؤال اخير على القوة الكهرومغناطيسية سلك مستقيم طوله 1 متر ال l عطهني شدة التيار i موضوع في مجال مغناطيسي خطوط موازية يعني هنا سيتة بصفر احسب مقدار القوة الكهرومغناطيسية احنا قلنا لما يكون اتجاه المجال اتجاه التيار يوازي اتجاه المجال المغناطيسي بتنعدم القوة الكهرومغناطيسية لان الزاوية بصفر و سين صفر بصفر فالناتج هيطلع بصفر احنا هنا سيتة بصفر سين صفر وصفر هنعود في قانون القوة الكهرومغناطيسية يطلع معانا ناتج القوة سين صفر بعد كده هنتكلم عن حساب مقدار عزم الازدواج المؤثر على ملف المحرك الكهربائي تاو تاو بساو بي اي اي ان سين سيتة عزم الازدواج بيكون اكبر ما يمكن عندما يكون مستوى الملف موازي لخطوط المجال المغناطيسي يعني السيتة بتسعين صين تسعين بواحد فالتاو هيكون بي اي ان البي اللي هي شدة المجال المغناطيسي الاي شدة التيار الاي مساح السطح الملف الان عدد لفات الملف يعني عدم عزم الازدواج عندما سين صفر بصفر التاو يساوي صفر ناخد مسألة ملف محرك كهربائي مستطيل مؤلف من متيال لف يعني الان متيال مساحة كل لف اربع سنت متر مربع هنا هنحول المساحة للمتر المربع اما نقسم على مية تربيع او نضرف عشر استسال باربع موضوع في مجال مغناطيسي منتظم شدته 0.1 تسلا دل بي احسم مقدار عزم الازدواج تاو المؤثر على الملف اذا مر فيه تيار شدته 2 ميلي امبير نحول من الميلي امبير للامبير اما نقسم على 1000 او نضرف في عشرة السالب 3 علما بان اتجاه المجال يصنع زاوية 90 مع العمود المقام هنعوض مباشرة بعد ما حولنا للوحدات الدولية التاو تساوي Pien نعوض باللي موجود هيطلع معانا ناتج عزم الازدواج 1.6 ضرب 10 السالب 5 نيوتن ضرب متر مسألة اخرى ملف محرك كهربائي مربع الشكل طول ضلعه 25 سنط هنا عطينا الطول اللي هو ال هنحول من السنط للمتر نقسم على 100 مؤلف من 200 لف موضوع في مجال مغناطيس ومنتظم شدته B احسب عزم مقدار عزم الازدواج تاو اذا مر فيه تيار شدته 4 ميلا امبير نقسم على 1000 او نضرف 10 ساب 13 عشان نحول الامبير علما بان اتجاه المجال يصنع زاوية 90 سيت 90 مع العمود المقام هنا عطينا طول المربع عبارة عن طول الضلع في نفسه اللي ضرب اللي او اللي تربيع يبقى لقيت سوى اللي تربيع 0.25 تربيع هيعطينا المساحة بوحدة المتر المربع بعدين نعوض تعويض مباشر في قانون التاو سوى B I E N سين سيت نعوض بالارقام يطلع معانا ناتج عزم الازدواج 5 ضرب عشرة السالب 3 نيوتن ضرب متر بكده يكون اخذنا مساء المتنوعة على درس المولدات والمحركات الكهربائية وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته